أشخاص الذين عاشوا في الأراضي المقدسة إلى أن يدخل إلى الأقدس أو إلى قدس الأقدس هاي الصورة اللي منشوفها بكلمة الكفارة فاحنا بنتكلم عن لزوم الكفارة طالما هاي الصورة اللي في ذهننا كيف فينا نوضحها في العهد الجديد ولا المشاهدين بيسمعوا بشكل مستمر الكلمة كفارة يعني أنت بكلامك ده فتحت شهياتي أنا أتكلم قليلا عن هذا اليوم العظيم يوم الكفارة رئيسك كان كان عنده ثياب تسمى ثياب المجد والبهاء ودي كان بيلبسها طول السنة 364 يوم بس فيه يوم واحد زي ما أشرت اليوم ده بيخلع ثياب المجد والبهاء ويلبس ثياب بيضاء ثياب كتان المعنى الروحي لذلك أن المسيح له كل المجد صاحب الأمجاد أخلى نفسه من مجده لكن أيضا لبس ثياب الكتان أو البيضاء لأن في الحقيقة كان في اليوم ده لابد أن يعلن بر المسيح وحدثت مش أقل من سبع شهادات عن بره عندما صلب عجيبة يعني اللي بتصير بدا المجرم ده أشر أنواع المجرمين لكن المسيح الحاكم نفسه يقول إني بريء من دمي هذا البار اللي هو بيلاتوس قال على المسيح كده ثم أسلمه ليسلم واللص على الصليب قال لم يفعل شيئا ليس في محله مراد بيلاتوس قالت إياك وذلك البار وهكذا قائد المئة أيضا قال نفس الشيء يهوذ الخائن قال أخطأتوا السلم تدمن بريئا فكانت شهادات كثيرة بتقول إن المسيح بار والسؤال إذا كان المسيح بار إيه الموت دي الباشعة دي في الحقيقة الموت دي أقول لنا استحقق أنا زي اللي التائب لما قال نحن بعد ننال استحقاق ما فعل يعني أني أتعلق على الصليب أنا عملت جرائم وخطايا بشعة في نظر الله تستوجب موت الصليب لكن شكرا لله جاء البديل جاء المسيح اللي بيقول عنه الشعية 53 من عدد أربعة نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا ترجمة نانسي قنقر